موسيقى أهلا بكم بالموجة الزرياضي أكد رئيس الالتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن الأخضر يمر بأهم مرحلات في تاريخ الكرة السعودية في الوقت الحالي وطلب عزت في تصريحات إعلامية على هامش تدريبات الأخضر تحذيرا لمباراة الإمارات في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم طلب الجماهير الرياضية بالدعم والمساندة خلال هذه المرحلة والالتفاف خلف الأخضر ودعم اللاعبين ومؤذرتهم في الفترة المقبلة وشيدا في الوقت ذاته بالعمل الذي يقوم به الجهاز الفني للأخضر بقيادة فان مرفيق ومؤكدا إلى أنه حريص على خلق كتلة واحدة متناغمة بين اللاعبين من جانب آخر أجرى الأخضر مساء اليوم حسة تدريبية على السادي مدينة ملك عبدالله الرياضية حيث سيقيم معسكره لمدة أربعة أيام قبل أن يغادر إلى الإمارات لأكمل استعداداته هناك وستعود بعثة الأخضر مجددا لجدال البدء في البرنامج الإعدادي الخاص بموجهة منتخب اليابان فورا نهاية لقاء المنتخب الإماراتي أنهت إدارة نادي الفيصل تعاقدها مع المهاجم الدولي تنداوي ندورو لتدعم صفوف الفريق بعناصر جديدة وسبق لللاعب أن ينضم لصفوف كابتاون في جنوب أفريقيا وكانت إدارة الفيصل أنهت تعاقدها مع مهاجم نادي الأهلي إسلام سراج على سبيل اللعارة لمدة موسم واحد وكان سراج بدأ مسيرته مع نادي الوحدة قبل أن ينتقل إلى نادي الفيصل ومنه إلى النادي الأهلي بدأ فريق الرائد معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة لمدة ثمانية أيام وذلك استغلالا لفترة التوقف الحالي لدور جميل الإخبارية تواجدت في مقر المعسكر وخرجت لنا بهذا التقرير نتابع على خطى العديد من الأندية السعودية التي اختارت القاهرة لإقامة معسكراتها قبل انطلاق الموسم الجديد من دور المحترفين السعودية خطى نادي الرائد على نهجهم وقرر إقامة معسكره الخارجي في العاصمة المصرية لمدة ثمانية أيام استغلالا لفترة توقف الدور السعودي بسبب مشاركة منتخب الأغضر في التصفيات المؤهلة لمنديار روسيا 2018 الأمور ماشية تمام والله الحمد ونتمنى إن شاء الله أن تكون عودة لرائد التحدي بعد العيد إن شاء الله عودة قوية بإذن الله يعكس صورة أفضل مما كان عليه بالله في برايتنا السابقات بإذن الله ويخوض فريق الرايد العديد من المباريات الودية القوية مع الفرق المصرية خلال معسكره الخارجية بهدف رفع الحالة البدنية والفنية للعبي الذين بدأ على وجوههم الجدية والحمس ماسكر يكون إن شاء الله ناجح لسه أننا بداية الماسكر لكن نتمنى إن شاء الله أن يكون ناجح بإذن الله بصراحة أن يبشر بالخير من ناحية الضباطية اللاعبين وقوة التمارين يعني تمارين صباحية مكثفة وتمارين مسائية أنت بتصحيح أخطاء وتتعلم من الأشياء اللي فاتت إن شاء الله نطلع من المعسكر هذا بتصحيح أخطاء اللي صارت ونستفيد منها بشكل كبير كان الرائد قد خاد جولتين قبل توقف الدور السعودية خسر في الأولى أمام القادسية وكذلك خسر في الثانية أمام الفيصلي ليحتل المركز الثاني عشر بدون أي رصيد من النقاط العودة بشكل جيد للمنافسة في دور المحترفين السعودية وتلاف الأخطاء المخيبة للأمال في بداية المصابقة المحلية أهداف عدة جاء بها فريق الرائد السعودي إلى القاهرة خلال معسكره الخارجي لتصحيح تلك الأخطاء للنشرة الرياضية محمد عبد الحكم القاهرة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جوائز الأفضل في الكرة الأوروبية للموسم المنصرم خلال الحفل الذي يقيم بالإمارة الفرنسية موناكو وأن لبرتغال كريسي أن رونالدو جائزة أفضل لاعبين في أوروبا عن الموسم الماضي فزل إيطالي بوفون بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا فيما توجى المدافع الأسباني سيرخ راموس بجائزة أفضل مدافع وتوجى أيضا لاعب الوسط الكرواتي لريال مدريد لوكا مودوريتش بجائزة أفضل لاعب وسط وكريستيانو رونالدو بجائزة أفضل مهاجم فيما منح رئيس الاتحاد الأوروبي الإسكندر سيفرين جائزة رئيس الاتحاد للنجم الإيطالي فرانشيسكو توتي الذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم الماضي أعلن نادي برشلون الإسباني رسميا ضم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتوموند الألماني مقابل 145 مليون يورو لمدة خمسة عوام وضح النادي الكتلوني عبر تغريدة عبر موقعه الرسمي تويتر أنه دفع 105 مليون يورو لدى دورتوموند بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات مما سيجعله الثاني أغلى لاعب في تاريخ الكرة العالمية وفي عالم الانتقالات إذن هذا مرقضات مراقضات مرقضات مرقضات شكرا